خطوة أخرى خطاها رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو تجاه مآربه بفرض الاحتلال تدريجيا على قطاع غزة وخدمة رؤية اليمين الاستيطاني الرامي لشمل قطاع غزة في مده الاستيطاني الذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أصدر تعليمات لجيش الاحتلال للاستعداد للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتوزيعها في غزة وذلك ضمن مساعيه لفرض حكم عسكري على القطاع تحت مسميات إدارة المساعدات الإنسانية تأتي خطوة نتنياهو هذه بعد تعيينه في وقت سابق للضابط إلعاد جورين في منصب إدارة الشؤون الإنسانية في غزة والتي أوضح مسؤولون أمنيون في إسرائيل بأنها ستكون المتنفسة للجيش الإسرائيلي ليتمكن من استمرار عملياته القتالية في غزة واحتواء الضغط الدولي الدفيع للانسحاب من القطاع وإنهاء الحرب توجه تبناه نتنياهو وشرع في تنفيذه مع منح التعليمات للجيش للاستعداد لمهمته القادمة وهي السيطرة المدنية على غزة في المقابل يتصاعد طرح المخططات الهادفة لاحتلال القطاع من قبل ما يسمى منتدى ضباط وجنود الاحتياط الذي تقدم بمخطط للكابنت الأمن والحكومة الإسرائيلية وفقه تدعو مجموعة من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي للشروع بمخطط مبني من مرحلتين وفق المخطط سيتم تهجير 300 ألف مواطن ممن تبق في شمالي قطاع غزة واحتلال كافة المناطق من مدينة غزة شمالاً لتهيمن إسرائيل على المناطق الشمالية محور نتساريم أما المرحلة الثانية من المخطط فتقضي بفرض الحصار على المناطق التي سيتم احتلالها بحيث تمنع دخول المساعدات والوقود والمياه وتمنع الدخول والخروج من وإلى مناطق الشمال إذ عللت ضباط مخططهم هذا بأنه السبيل الوحيد لتحييد ما أسموه بالمخاطر الأمنية على إسرائيل بانتظار مناقشة الكابينت لهذا المخطط والمصادقة عليه من قبل المستوى السياسي لينتقل إلى المرحلة التنفيذية التي سيقوم عليها المستوى العسكري في توجه واضح يعكس المطامع الإسرائيلية في قطاع غزة والمساعية الاستيطانية التي بدأت بطرح مخططاتها بدعم جلي من رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو سلام مشرقي تلفزيون فلسطين تل أبيب